موسيقى السلام عليكم نحبيبات ديالي نتمنىكم تكونوا بأحسن الأحوال وفتحها جيدة إن شاء الله هنتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو كيف العادة كان مغي نرحب بجميع الأخوات اللي تحقوا بالقناة مؤخرا لعديد من الأخوات اللي نوروني في قناتي شكرا لكم على الانضمام ديالكم للقناة ومرحبا بكم والصديقة ديالي والأخوات اللي معي في القناة دائما نقول لكم مرحبا بكم عند الأخت ديالكم جميلة وكنتمنى أنني نكون عند حسن ضنكم وشكرا لكم على تفاعل ديالكم على التعالق ديالكم الرائعة الله يجزيكم بخير وغم دمعكم بالمقادر ديال هاد الوصفة الأولى إن شاء الله غدا نحضر معكم المثلثة ديال الوصفات أولى هي غير جوجد وصفات لكن من عجين واحد غدا نخرج منه نوعين ديال بحل بريوش أو لشنيك مهم زوين بزيف عم دمعكم بالمقادر ديال العجين راد نحتاج 120 ميلي لتر ديال الزيت نصف ملعقة كبيرة من خميرة الخبز الملح جوجد لمعه الكبار ديال السكر ساندة وعندي بيضة كاملة زائد صفار بيضة والصفار اللي أخر غدا نخليه للتهن بالنسبة للحليب غدا نستعمل 270 ميلي لتر والدقيق ديال الحلويات هالبنات ولكن هدا راه ماشي دقيق أبيض هدا دقيق القمح الكامل اللي خاص بالحلويات يعني هدا البريوش أو لهاد شنيك غدا نديرهم ماشي بالدقيق الأبيض الدقيق الأصمر اللي راه كين راه كيتباع البنات في السيبر مرشي يعني متواجد إلا بغيتوا تديروها كب دقيق القمح الكامل يبقى ليكم اختيار ولا الدقيق الأبيض مهم حتى بالدقيق القمح الكامل جزوين صافي هنا وضعت الحليب الدافي مع السكر والخميرة غدا نزيد عليهم تقريبا واحد خمسة حتى ستا ديال معي القات ديال الطحين وغدا نخلطهم ونخليهم يتفاعلوا تقريبا مدة ديال عشرات ديال الطقايق مهمة بزاف لبنات هاد المرحلة هادي باش العجين ديالكم يجي زوين ويجي مفش فش ويجي مزوين مهم عادي تكون العجينة وقوام ديال خفيف دارول لبنات انكم تديروا هاد المرحلة هادي صافي غدا نخلط هاد الخليط ديال الحليب مع الخميرة وغدا نخليها تفاعل وبالنسبة هاد الوصفات ديال هاد النهارة لبنات رغم اقتصاديين وفي المتناول يعني ماشي مكلفين صافي هنا راني غطيت على العجين غدا نرجع من بعد ما تفاعلي العجين كيف كتلاحظو يعني تغير بدات العجينة في الاختمار صافي غدا نزيد المكونات اللي هي الزيت الملحة وغدا نزيد البيض اللي هي بيض بيضة زائد بيضة كاملة وذك الاصفر البيض غدا نحتفل بيه للدهن يعني ديك وحدة اللي بقت عندي غدا نخليها للدهن صافي كيف كتلاحظو بديت كنخلط في المقادر غدا نبضع نوضع في الطحين بالتدريج وانتو ما كتشوفوا القوام ديال العجين بالنسبة للعجين البنات الطحين رحك يبقى على حسب النوعية اللي عندكم ما نقدرش أنا نقول لكم مثلا جي عندي شي اختي تقولي لا مستقلش العجين كيمياد المال اللي اعطيتيني ولا الحليب ماشي يا ديك رو خان اعطك انا لحسب النوعية ديال الطحين انا رو اللي اريدكم ده بالنوعية اللي انا استعملت لكن هذا رح دقيق القمح الكامل يعني اللي حسب انتو ما والنوعية اللي غادي نتعملون غادي نتشوفوا غير لاحظوا القوام ديال العجين رحادي بالكم مني تحسوا به ولا بدك شكل يعني رح العين رحا كتشوف القوام إلا بانت العجينة كتلصق رحي كتبان كتلصق لكن هاد العجينة رحا مخلتاش أنا كتلصق يعني مرخوفة ولكن جا مع راسة رحضوا معي طرية لكن ما كتلصقش صافي هنا مبعد ما جنت العجينة يعني تلكتها وهذا غطيتها دهنت معي القضية الزيت وغطيت عليها وخليت تحتها خمرات لاحظوا معي يعني الخميرة راهي يعني خمرات وما كتديش كتبان باللي ناجح وما كتبانش باللي رح على راسقة يعني ما كتلصقش على الإناء كيف كتلاحظوا معي وما كتكونش قاسحة صافي كتوضعوها على سطح العمل وهذا نقسم هاد العجينة هادي النصفين كل واحد غدا هاد العجينة غدا نقسمها البنات على جوج غدا ندير نصف مالح وننصف له إلا كنتو مثلا ديرين غير شنيك هكا والدقيق القمح الأبيض بالنسبة للكمية السكار زيدوا البنات ديروا نصف كاز دير السكار لكن أنا درت غير جوج دلمعي القاتل لأنني غدا نخرج منها عجينة مالحة مايمكن ليش ندير سكار بزايد وحتى الفاني البنات إلا كنتو ديرينها كل حلوة ديروا سكار الفاني كذلك مع دك السكار صافي هنا اخذت الكونفيتور ودرت معاه الكوك مهمة غدا نعمرة أنا هاد اللي حلوة غدا نديرها بالكونفيتور كي عجبني الماداق ديالو في الشنيك أو اللف مهمة كي عجبني البنات نتو ميمكن لكم تغيروا تديروا دك شي اللي بغيتوا وغيتوا تديروا مثلا الكخيم باتيسيا يبقى لكم الاختيار مهمتوا مع الحساب شنو بغيتوا تزينوا باللوز ولب مهمة أنا بغيت تغير الكونفيتور والكوك كي عجبوني صراحة وحتى ديك حلوة ديال شبوند البنات راح كتحمقني من الناس اللي من المحبين ديالها أنا من عشاقة هكت عجبني بزار سيخطوف هكت في الفاطار مع الكويز ذاتي وهذا كتجيزوينة صافي هنا راني رشيت كان نرشب شوية ديال الطحين وكنسرح العجين حتى يولي لكم السمك هكت ديالها ورقيق يعني يحاولوا أنكم تخليوها بهذا شكل يعني ما تتخليواش غليظة ورقوها يعني ما شي تاني بزار المهم هاد السمك اللي شتوا معايا صافي هنا راني كان نوضع الكونفيتور أو المربى بايتو ديال الفريز بايتو أنا كتعجبني المشماش يعني الكونفيتور ديال المشماش مع الكوك كيتواتا ويعني كي يجوز وينين واحد المضاق اللي رائع وبالنسبة لهذا شنك هذا الحلول اللي بغيتو أنتم تزيدوا فيه يعني العجينة كنتو دايرينها غير هي حلوة دي رس كار في العجينة لبنات بزايد بيش ديكم هكا حلوة لأن أنا جاتني خفيفة يعني مشي حلوة بزاف لكن بنسبة لبنات اللي ما كيبغوش سكار بزاف والحلوة بزاف ديروا أغير بهذا الكيمي يعني بهذا الشكل هذا صافي كيف لحطوا معي رشيد داك الكوك مع الكونفيتور وهذا مدن نلف بها طريقة سهلة يعني رامني كدو تلفو بها ما كتلصق لكم لوالو لأن كيف شدوا العجينة ما خلتاش خفيفة بزاف وما كانتش تقيلة يعني المهم الطرية العجينة كتحسو بها طرية يعني مني كتهزوها كتجبد معكم يعني مشي قاسح وانتم ما كتجروا فيه هي جامدة أو لكتلصق مهم بهذا الشكل هذا صافي كيف لحطوا معي بعد مرولي تغادن دا نقطع فيها كتأخذوا حد الخويط هكي لكن عندكم الخيط الغذائي استعملوا وما كانش خدوا غير راشي خيط هكي من الجرارة وحاولوا أنكم تضوبلو على ثلاثة ولا أربعة الخويطات صافي وقدو تقطعو بغيت وتعبرو يمكن لكم تحطوا وحدة ودو تعبرو بيها يعني من هاد العجينة نيت تاخدو حد طريف وتبدو كل وحدة قطعتو بيها ودو تعبرو بيها نص القياس وتقطعو أو ولا تدرو شي ميستارة ولا اللي بغيت بمهمة لبنات أنا أخذ دماغي عيني ميزاني وكن قطع يعني كيف شراء مجاش الفرق يعني تقريبا بحل بحل طفين بعد ما قادي سوف تاخدو واحد لاطة اللي تكون مجددا من قبل تفرش لورقة الزبدة ولا تدهنوها على حساب اللي بغيت صافي ودو تبسطوها يعني ما تخليوش العجينة يعني واقفة لكن حاولوا أنكم تبسطوها بهذا الشكل ما زال غدا نرققها شوية البنات لأنك تعرفوا هاد العجينة فيها البيض وهذا وبيض البيض يعني راها تنفخ كالضوبل ثلاثة دير المرات يعني حاولوا أنكم تبسطوها بيجيكم ديك شنج ديالكم يجيش منعجون ويجي خفيف ويجي زوين صافي هنا غدا نصيب معكم الفطيرة المالحة كيف لحظتم معايا عندي المكونات لبساطين عندي علبة ديالطون عندي طماطم صلصة طماطم ليستمع شوية ديالزعتر بدرة شوية ديالملحة وشوية ديالكركم وعندي شوية ديالجبن صافي هادهما المكونات اللي غنحتاج لهاد العجينة المالحة لحظوا معايا هنا العجينة راني بسطتها ما بغيش نقن وريكم نفس المراحل الأولى ركوشتو يعني ترشو شوية الطحين وطرقوها يعني ما بغيش يجيكم فيديو هكا طويل يعني ما تكونش ديالإعادة والتكرار مهم راح باين ان العجينة ديالكم كترشو بشوية ديال الطحين وكتسرحوا وصافي وكتخلطوا داك الخليط ديال غير شي صلصة هكا مع الجبن بلا ما تحتاجوا تديرو الطون على حسب نتمو وذك شي اللي بغيتو وذك شي اللي كتحبو صافي هنا غدا نلف نفس الطريقة الأولى غدا نلف العجين غير بالنسبة للدقيق القمح الكامل راح كتجيب فيه واحد المضاق مختلف للدقيق الأبيض كتحسب انك هدي النخالة وهذا يعني راح ماشي بحال الدقيق الأبيض كين اختلاف ناس اللي كيبعدوا الدقيق الأبيض يعني والمضاق دياله الحاجة تجي كيف ما هي راي يمكن لكم تديرو الدقيق الأبيض بغيتو تديرو دقيق القمح الكامل ورا كدي فيه واحد من هكا ديال النخال وهذا كيبقى لكم الاختيار صافي هنا غدا ندير نفس الطريقة هذا كيف كتلاحظو معايا بغيتها كمسة مرة غدا بنفس الطريقة كتاخدوا اللاطة ديال الفرن كتفرشو لها ورق الزبدة او اللا كتدهنوها صافي وكتوضعو عليها الخبيزات ديالكم هاد الخبيزات او هاد فطائر ديال ليدرس بالمربع وباللكوك غدا ندهنهم بصفار بيضة مع واحد المعالقة ديال واحد المعالقة صغيرة وردية الزيت اختيارية يمكن لكم تستغنو على هذي المعالقة تزيد انا صراحة كنديرها بهجين واحد الوين حمايمر وكتدي لامة اكتر لكن انتم ما بغيتوا تديروا غير صفار بيضة مع الحليب مع الحليب كيبق لكم اختيار صفي غدا ندخلها في المرحلة هذي اللي خستكم تديروها على ميتين انا الفران ديال غير مئة وثمانين دارجة او مئة وتسعين دارجة صفي ندخل هذ الفطائر اللي كتخلي هم يطيبوا تقريبا المدة ديال عشرين دقيقة حتى الخمس وعشرين لاحظوا مع المناس الطراء وكيف جات وكي جي محمرين دهنتهم بالمربة يعني من الفوق وعادة زين ثم من الجوانب هكا شوية اللوز ايفيلي مهم يكونوا احد الاختلاف وصافي وشوية ديال اللوز هكا مهرمش صافي ولي بالنسبة الفطائر المال حتى هم كيف كتلاحظوا معايا ما دهنتهم شا البنات بالصفار البيض يعني ما تدهنوهم شلي فيهم الطون كتخليهم هكا وكتخرجوهم كترشوهم بشوية ديال الجبن بالنسبة اللون راه ما كيجيش بحل ديال دقيق القمح الابيض يعني راه كين اختلاف كيبان بحل لون يعني ما رو فونسي وشي بحل شنيك العادي اللي كيبان ابيض لأن لبنات هذا بدقيق القمح الكامل يعني كين اختلاف الطحين يعني دقيق جوج المعالق ديال الطحين شوية ديال القصبر ومعد نوس عندي فلفل احمر بودرة اولاة حميرة ملعقة صغيرة ديال كامون عندي الملحة زنجبيل فلفل اسود بودرة التوم فلفل احمر بودرة الحار والحلو وعندي ملعقة من القصبر يابس ضروري لبندي القصبر يابس لأنه مزيان وكيعت واحد الناس مزوين في هاد الوصفة هادي وعندي جوج ديال البصلات اللي صغارين اللي طحنتم بهات الشكل المهم كتطحنوهم البنات شوية ما تخليهم مش غلادين مش غايت قطعهم بستكين وإنما تطحنوهم شوية وصفي هنا غدا نبدأ نوضع المقادر اللي غنحتاج لهاد الوصفة هادي عندي بيضة كاملة جوج المعلق ديال الطحين اللي اسبق لي وذكرت معاكم المكونات غلا نعود نذكر معاكم من جديد باش هكا البنات اللي مسمعوش الفيديو هكا من الأول مهم يسمعوا المقادر عندي قصبر مع بنوس الكاموش ويادي القصبر يابس البنات ضارو وراء نديرو كيجيزوين ملح عندي بدرة توم فلفل أحمر بدرة عندي كذلك الفلفل أحمر بدرة الحار والحلو لبنات استعملت انتو ما ديرو غير واحد لما كتبهوش الحلو عفوا الحار ما تستعملوش وصافي هنا وضعت شوية ديال فلفل أسود غايد نخلط هاد المقادر كام اللي اسبق لي وذكرت معاكم كيف كتلاحظو معايا هي بسيطة لكن وصفة وإنما غير مهم ما كتبقاش باينة وصافي باش من يجيوها كتخلطوها مع الكفتة ما تبقاش ظاهرة ومجيش مهم كتنساجم مع الخالط صافي هنا غدا نخلط مزيان هاد المقادر حتى ينساجموا وكتاخدوا من بعد واحد الإناء اللي يكون دهنينوا من قبل يعني بوحد المعرقى ديالزيت لاحظوا معايا القوام ديال يعني الكفتة ديالكم كي يجي هاك كتجيب بنين البنات واحدة رائحة عجيبة غير استعملوا قصب الرياب استطارون البنات كنأكد عليكم تستعملوا صافي هنا خديد داك الإناء اللي كليكم دهنت مع القضية الزيت صافي وكتديروا فيه الكورات ديال الكفتة ديالكم يعني منساجمين أو بحجم واحد يكونوا عفوا بحجم متساوي على هات شكل هذا وكتخليوا واحد شوية ديال الفراغ لأن غادي نعود نضغطوا عليهم من الوسط باش يتبقى لكم ديال الحفيرة هاك في الوسط هي اللي غادي نوضع فيها إن شاء الله الحشوة اللي غدا نحضر معكم حال هاك المهم كتدير واحد الحفرة في الوسط وحاولوا أنكم توزعوها على جميع الجوانب يعني تديروها بشكل دائري بهذا شكل هذا مهم خاصة تكون بحال هاك باش من يجيو وضعو فيها الحشوة تجي بعين ومتجيش بعيدة بزاف جي كذلك متقاربة صاف هنا دخلت الفرن على ميتين دراجة الفوق والتحت يعني درتها في الوسط لمدة خمتاشر دقيقة ده قرام ديال البطاطة حتى سبعم ميت على حسب عدد الاشخاص او اللي بغيتوا تديرو حتى كيلو على حسب انتم مش حال من شخص او لا يمكن لكم تقل كذلك المنات الو بغيتوا الكمية ديال الطاطة تكون غير قليل لها كالفوق يمكن لكم ما تكتروش صاف يحكي ديك البطاطة او لا تمعسوها ولا تطحنوها لحسا بدك شي اللي بغيتوا اه سهنا غدا نبدأ نوضع التوابل اللي غنحتاج معها عندي فلفل احمر بودرة حلو بودرة توم فلفل اسود غدا نضيف الملحة اللي كتبقها حسب الضوء وكذلك واحد الملعقة كبيرة ديال الزبدة اللي تكون بحرارة الغرفة ان الطاطة كانت عندي عني مني طحنتها هكا او لحكيتها كانت باردة انتم ماليا كانت عندكم طاطة سخونة واخت تكون جاب يعني الزبدة من تلاجرة هيك تدوب بسرعة لكن انا كانت عندي طاطة باردة خاص زبدتكم حرارة الخرفة باش تدوب لكم الزربات نساجم مع الخالد صافي بديت كنوضع في الحليب بالتدريج بالنسبة للكمية دي الحليب انا اللي استعملت تقريبا 400 ميلي لتر دي الحليب على حسب النوعية دي البطاطة اللي عندكم انا النوعية البطاطة اللي عندي هادي البنات كتشرب مشي بحل البطاطة كين واحد البطاطة مثلا كتطيب بها مرقا ولا هادي يعني لاصوس كيبقى زايد يعني ما كتشرب وكين واحد النوعية غير كتحطيها فق البطاطة كتشرب لك خدري فيها جوج ليتر دي اللي ما كتشربهم ميما البنات هادي الطاطة هادي عندي انا كتشرب بزا فدرت فيها جوج دي الكووس كبارين بنفس الحجم اللي شو معايا انتوا مع الحساب غادي نستعملوا غير كاس في اللول وتشوفوا الطاطة ديالكم خاصتكم بهذا القوام المهم انكم مني توضعها في الجيب الحلواني انها تخرج بسهولة وكذلك ما تخرج وهي جارية كيف نقول بالنسبة للكفترة اني طلعتها من الفرن ورشيت على شوية ديال القصبر كيف لحت معايا كي جبني لنستعمل القصبر مع هادا كتجي بحل الكفتام شوية تماما يعني بحل الشو صافي ما كانش فرق خديت تقريبا واحد ميتين وسبعين مليلي لتر ديال الماء ضفت معا طماطب المركزة وشوية ديال الملحة وخلطتها غدا نوضعها فوق هاد يعني في الجواني بهكا يعني كصوص مع ديك البطاطا لان هاد البطاطا اللي شفت معايا راها غير تشرب لي هاد هاد المرق هذا يعني راها ما غدا شخلي هاد شوية اللي كان بقى عندي راح تهوز لان هان اكتشفت باللي الطاطا ديال مني خلط وضعت الحليب كامل باللي احت هاد الصوس راها غدا تشرب يعني بسرعة صافي كتاخذ واحد لجيب الحلواني او لغير شي بلاستيك ولا شي حاجة هكا وحاول انكم تقذوها بهات شكل هذا وصافي كيف لحتو طريقة راها سهلة المهمة هي البنة النهار ها يمكن لكم كذلك لان هي البنة هاد الوصفة هاد بطاطا يعني ما تقدروش انكم تلولبوها بيتكم لان شوية كيف لحتو بحلة يعني جاري يخصركم بهذا القوام لان فيها الحليب ضروري انكم تدلوها في شي جايب حلواني صافي هنا وضعت الجبن ما الفق الجبن يعني في كل كرة نحط فق منها هكا وحد لاشي هكا خفيف ديال الجبن ويمكن لكم البنة كذلك انكم ترشو فق منها شوية ديال الزعتر يمكن لكم انا صراحة مدرت هاش غدا ندير فق منها شوية ديال بعد طيب صافي غندخل انا اللون ديال اطلع للفرن ديال يعني مني 15 دقيقة غادي نتحل علي وغادي نتشوف يعني الشكل او للون ديال الوصفة ديال خاصة تولين في حال هكا صافي كتفو عليك نسبقة بيضة خليوها طيب شوية ولا اللون ديال ابدك يميل الدهابي صافي خرجوها من الفرن كي جيد وشكل ديال هكا طلاها من الفرن كترش شوية ديال مع بنوس هكا التزيين واحد الوصفة رهيبة عجيبة شهر رمضان ان شاء الله مغدية يعني كتشبع وصفة اللي زوينا واكيد الوليدات كيحمقوا علينا ولا ديال البنات كتعجبهم هاد الوصفة هادي وخ نديرها بالبطاط اللي كنديرها خضر رمحكوك او لهدي رها كتجي بنينة وهادي راني درت فيها مازال الحليب ركت تعرفوا الحليب كيبنن وكيعت واحد المضاق اللي زوين وراحظوا معي هنا راني كنوريكم الشكل ديالها من الداخل كيف جات كنت من غزالة ديالي ان انا ما نكون ش طولت عليكم في هذا ويديو اللي عجبكم يكون حلوب ولا بشي اي حشو واخر ان شاء الله ان شاء الله غدا نشاركو معاكم من بعد وهذا هم الوصفة ديال هاد نهار هدا كنقول لكم شكرا لكم حبيبات ديالي للمشاهدة ديالكم وما تنسونيش الغزالات من تشجاع ديالكم للقناة لاحظوا مع البناس الطراوة كيف دايرة يعني خفيفة فيديو اخر ووصفات اخرى السلام عليكم